السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما أكدت مصادره فيما سبق أن عميد الكلية قدم استقالته بشكل رسمي إلى لجنة التفتيش الوزارية التي حلت منذ مدة للبحث في ملفات بجامعة الحسن الأول بستات وتوصلت وزارة التعليم العالي والابتكار صباح اليوم الاثنين بالتزامن مع جلسة الأساتدة الأربعة التي قررت المحكمة تأجيلها إلى الثامن والعشر من الشهر الحالي بوثيقة الإعفاء عليها توقيع رئيس الحكومة في انتظار توصل رئيسة الجامعة لإخبار العميد بشكل رسمي كما شرعت وزارة التعليم العالي اليوم في مصطرة توقيف رواتب الأساتدة الثلاثة المعتقلين على خلفية الجنس مقابل النقط حيث قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف صرف أجور الأساتدة الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال في ملف ما أصبح يعرف بملف الجنس مقابل النقط بستات